الكنز التاني حفظ الكرامة أمام الناس شخص اللي راضي بالمقسوم تلاقي كده عينيه مليانة عينيه نظرته مريحة لما في يدك شوف يسألوا هو ليه الحسن البصري عظيم كده عندكم فقالوا لأننا احتجنا لعلمه واستغنى هو عن دنيانا وربنا يقول في القرآن على ناس عندها احتياجات بس يعنيها مليانة رضية بتسعة بس اللي موجود الحمد لله قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس إلحافا يعني لا يستدرون ما في أيدي الناس حتى ينتهي ما في أيدي الناس زيادة عن احتياجهم يقعد يطلب لغاية ما يخلل يصل معاك مع أنه مش محتاج الشرح ده مش موجود عند الراضي بالمقسوم إنما عنده حالة من العفة والغنى وده بيحافظ على كرمته وده الكنز التاني إذا رضيتها بالمقسوم